تلت اخبارنا وخبر حزين لنا او خبر ما اسعدناش كثيرا وهو خسارة فريق سيدات كرة اليد والخروج من كأس مصر من دور التمانية لازم نقف ونتكلم الوقفة دي اكيد وقفة مهمة جدا اكيد الاخفاق او اكيد الخسارة دي لها اسباب ان احنا اول مرة في تاريخ النادي الاهلي نطلع من دور التمانية كأس مصر اعتقد ان النهاردة ادارة النشاط الرياضي مع الجهاز الفني المسؤول اكيد بيحلله اسباب الخسارة لان ده شيء مهم جدا يعني الموضوع بالنسبة لجماهير النادي الاهلي موضوع صعب جدا الاهلي خسر من نادي الشمس ستة وعشرين اربعة وعشرين بعد ما الشرط الاولاني خلص تلتاشر تلتاشر وفي اخر الشرط الاولاني كمان فريق الشمس ادري يعوض هدفين بعد ما كان الاهلي كسبان تلتاشر حداشر اكيد دي مش نهاية نهاية العالم او نهاية تكون اكيد فرق بنخسر وفرق بتكسب لكن اكيد قدامنا النهاردة بتلتين بنقول بنات ده لكرة اليد النهاردة بنراهن عليكم في البطولات اللي جاية لان البطولات اللي جاية بطولات مهمة جدا اكيد الخسارة وحشة لكن الخسارة هي بداية المكسب لاي بطولة بازن الله نتمنى سريعا كافتر ياسل صلاح ونجمات الفريق ولعبات فريق اه كرة اليد سيدات ان هم يقدروا يجتمعوا ويعرفوا اسباب الخسارة عشان المرحلة الجاية مرحلة مهمة نقص لهم دوري الدوري العام وكمان دوري السوبر نتمنى ليهم التوفيق بازن الله